الآن وزارة الداخلية تفرج عن رخصة السيقة البيومترية رخصة السيقة البيومترية هل ستكون الرادع للحد من مخالفات المرور وكذا الحوادث المميتة وكيف تتم عملية تسيير نقاط رخصة السيقة مستقبلا وبحسب الإحصائيات فإنه يتم تسجيل 11 وفاة 11 شخصا يوميا بسبب حوادث المرور طرقاتنا لا تزال تحصد العديد من الأرواح مشاهدين الحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد بأسضافة السيد عمار حمادي إطار بمديرية النقل وولاية الجزائر مساء الخير سيدي مساء النور بداية أستاذ عمار حمادي اليوم كان الإطلاق الرسمي لرخصة السيقة البيومترية الكل يتسائل إلى أي مدى ستمكن هذه البطاقة بطاقة السيقة البيومترية من الحد من مختلف المخالفات لنشاهدها اليوم على طرقاتنا وخاصة حوادث المرور المميتة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم هذا البيومترية 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 رأيها مليحة لرأيها تساهم للتقليص من حوادث المرور جميع البلدان التي سبقتنا في هذا الميدان بمثل أوروبا من 17 ألف قتل في التسعين لحقوه إلى أقل من أربعة ألاف قتل وهذه يعني راجعة لهذا البيومترية البيومترية وهو أولاً البيداغوجي وفي نصف الوقت هو رضعي إلى ستنوتي موديلار البيداغوجيك ومعنطن إلى ريبرسيف السائقون الجدد اللي ينشحوا حديثاً وهذا هم اللي بدأوا بيهم يعني اللولين أي سائق جديد راح ينال راح يمدولو البيومترية ومبعد يروحوا المحاة ثانية اللي تجديد اللي راح بايجدد اللي راح سنتعو يعطو اللي البيومترية جديد ومبعد يبقاوا لأخرين يعني لعدد الهائل انتعروخ السياق اللي راحي عند الناس هذه تطلب تطلب وقت باش تكون كلها يدخل هذا هذا le système البيومترية 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 إلكترونيك وممترونيك يعني سوف يزود بالنقاء معينة كما يعني عدنا على المقاطعة سيد عمار حمدي كما تظهر معنا هذه رخصة سيقة النموذجية التي تم اليوم إصدارها والإفراج عليها من طرف وزارة الداخلية بالنظر إلى كل المحتويات أكيد أن الواجهة الأولى راح تضمن كل المعطيات الخاصة بتاع السائق بحد ذاته لكن في الخلف كذلك نجد أنها يكون فيها جدول وفيها كذلك رقم الحمولة يعني هو مصنف من A حتى الآث كذلك تحمل هذه الشريحة اللي بإمكان من خلالها أنه يتم سحب النقاط المتواجدة في هذا رخصة السيقة البيومترية والمقدر عدده 24 نقطة 24 نقطة الكثير يتساءل سيد عمار حمادي كيفية السحب يعني سحب النقاط كيف تتم على أي أساس يعني المخالفات يتم من خلالها سحب النقاط من رخصة السيقة البيومترية حتى تكون رادع لكل المخالفات كل التجاوزات التي تحدث على الطرقات هي لما يضبط هذا السائق ودر مخالفة من المخالفات لعدد درجة أربعة هذا العون تعدد الوطني أول أمن الوطني عنده قارئة إلكترونية مع المركبة التي تعاونها في البراج وإن كي يدخل هذه الكارت تدخل ترمينال لا يتم الخصم الأوتوماتيكي للنقطة وهذا على حسب المخالفة كان أربع درجات كان بعض المخالفات التي يجب السحب نقطة وحدة برك يعني حاجة خفيفة مثلا ستاصم وإنتردي مثلا ننسى الوقت في الدر ما جابهو الدرجة الثانية يتنح نقطتين مثلا لمس الخط الأبيض والخط الأصفر هذا المتواصل هذه زيادة على الغرامة الجوزفية التي تكون تقصم نقطتين ومعض تأتي الدرجة الثالثة اللي ربما في السرعة يتنح ربع نقاط تنصلك ربع نقاط يعني واحد ثاني ومعض ربع نقاط وفي الحال التي يتعلم مثلا دي باسمو انتردي والاجتياز يعني الخط المتواصل هنا تتنح ستة نقاط فلوس الغرامة اللي قادر نصل حتى 7000 دينار وفي حالة انتع الجنح يعني خالة سكر أو مخدرات أو حديث مرور أو هذه تنح عشر النقاط على حسب درجات المخالفات المتكبة طيب سيد عمر حمد بالنظر إلى هذا سحب النقاط من نفس السياقة البيومترية التي تحتمد على التنقيض هل اليوم بهذه البطاقة سيكون هناك نضع حد لكل التجاوزات أنه عن طريق المحسوبية نقوله بالعامية المعريفة أنه واحد يرتكب مخالفة يسحب منه رخصة السياقة يعني نشوفه ساعات قليلة يعود يسترجع هذه الرخصة هل اليوم هذه رخصة السياقة البيومترية ستكون ودعا للمحسوبية ومعرفة هذه حالة شاذة يعني ما رايش عامة لكنها توجد نقدر نحن نجي وتقارير يعني الليجان اللي رايح حاليا تتعلق للسياقة عدد هائل من ناس التي رأيهم تتعلق لهم الرخصة نتحهم بذلك الجديدة هذه هذه لا يكون هذه لا يكون يبقى ما يبقى إلا للجنح للجنح تبقى هذه ويبقى هذا التعليق ولكن لأربع درجات التي ننصيت عليها سابقا ما تكون هذه النقاط يتنحوا ويقول أن اليوم غلط غلطة صغيرة يحاول عسروحي ما ندير غلطة نزيد ربما غلطة واحد وقراء المهم ما لحق 24 والقانون يسمح إذا لحقت الموت يعني 12 أنا كسائق يعني قديمة 12 النقاط عندي حق باش نروح لتكون مدارس يعني يعني يكون على مجتوى القدر الوطني ويلي يلحق للنص عنده حق أصفري يعني هو يخلص على روحه يعني 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 يعود يتربس لمدة اللي راح تحدد عن طريق التنظيم ويسترجع النقاط اللي راح تلو هذه إستراتيجية المعمول بها أنه الواحد لما يكون هناك مخالفات وتسحب منه 12 نقطة راح يكون هناك إعادة تحيين الملف تع رخصة السياقة أو أنه يتحصل على معلومات جديدة في متعلق هذا الإلغاء التام لرخصة السياقة يعني 24 ويصباح غير صالح يعني ما عنده حتى فعل يعني رخصة السياقة البيومترية هذه يستنفيد كامل نقاط نتاح 24 نقطة بعد ما يتم سحب كل 24 نقطة على حسب المخالفات يتم الإعادة من جديد الإعادة يعجز على مدرس السياقة يعني يستنى مدد 6 أشهور يستنى كعقوبة باش يقدر يروح على المدرس السياقة ويعاود يحط ملف ويعاود يجوز الإمتحال هذا في حال ما يعني تلغى وفي حال ما يقول العود يعني في مدة 5 سنين تلغى الرخصة مرتين في 5 سنين يستنى عام باش يقدر يطلب رخصة هذه يعني بيداوجية بندما السائق يعود يخاف على الرخصة تاعو هلا خاطر أعرف علش راح يتعرض في حال ما يكون حالة العود يعني هذول لا يقول لهم الغلطة كلنا يعني الغلطة ما كان غلطة ما الغلطة إذا أشق فالبيرميت فاليدة يعني هذا غير صالح باش يكون سائق مع الآخرين طيب سيد عمار حمد هذي فيما يخص السائقين يعني هذا سائقين الجدد لنوفو بيرميت أقل من سنتين هذو ما عندهم مش حق باش يسترجعوا أوطوماتيكيا بعد مدة لرحة تعين عن طريق التنظيم عشان إذا سنول يعني بعد مدة معينة يسوق بدون أخطأ النقط اللي رح يعود يسترجع في هذه المدة هذه ولكن السائقين الجدد ما عندهم مش حق في هذا استرجاع الأوتوماتيكي التلقائي ضروري يروح المدرسان تعال تكوين باش يعود يسترجع النقاط وإذا تلغت هذه 12 نقاط يسنم مدة سنة باش يعود يقرأ ويعود يجوز ويعود كل تعتقد سيد عمار حمد بدخول لرخصة السيقة البيومترية حيز الخدمة رح نقضي ولو تدريجيا على الحوادث المميتة اللي أصبحنا اليوم نشهدها على طرقاتنا وللأسف الشديد يعني مخالفات تجاوزات تخلينا نتساءل اليوم إرهاب الطرقات وين قدر يوصلنا هل اليوم هذه البطاقة الإلكترونية بطاقة تعريف البيومترية رح تكون حقيقة رادع واليوم السائق الجزائري يخاف على النقاط يخاف أنه يضيع هذه البطاقة رح تساهم لتقليص يعني لا لا تكفي يعني إجراءات واحد وخير في القانون الصيف 11 يقول لك الدولة مسؤولة على الوقاية أنتع الأمن يعني هي لدير سياسة باش تاقي المجتمع ومنحة بديث المرور من من ترسال اللي خرجت دجا كان كالكوترو تيكنيك اللي بدا يعني باش المركبة تكون بلوزوم يعني فالا المونيتور ذوك هذوك مونيتور وخص انتع المترشح اللي نروح سياقة ذوك رميد ديرو تكوين في السابق ما كانش كان تكوين يعني كانت رسالها من القوانين خرجت اللي تساهم باش تنقص وعلى سبيل المثال يعني لزاكسيدون يبتداء من العشرة سموات يعني رغم أن الحاضرة زادت ولكن العدد انتع لزاكسيدون والقتل قاعد نوعا ما استطبل معنا الاريات التي تندق من طرف الدولار جبت النتيجة بهذا الاريات جيدة اللي دخلت سوف ينقص العدد حوالية المرور والقتل والجرح وانتع يعني يقع واشي سبب حوالية المرور بسكو بهذا الرخصة هذية مستحيل مستحيل باش يكون شخص عنده زوج رخص ولا كثة ولا أربعة تقضي على أنه رخص مستحيل باشتخرج واحد أخرى ثانية نقعوذ يخاف عالمين وفي هذه العنوان ثبت يعني في حتما تكون تكون فليب يم يقدمنا ربما يذكر هنا بعد يبدل و بعد يروح و بعد يعطي عنوان هكذا وفي الولاية هذه ساعم وضوك سائر يكون على بل باللي وين يكون ساكنتها وقرام يتحقوا النقاط اللي قسمت من هو ويحقوا البروسي ويخلص حتى أنه خالفت ستكون الدفع انتحق إلكترونيا مننا وصاعدا اقتداء بدون أخرى تعمل بأن الدفع يكون إلكتروني مباشرة لأي مخالفة يقوم بها السائقة الطرقات هذه الابيوس يدخل هذه الرخصة يكون فيها يسمو جدد عن النقاط ستكون فيها لا سيرونس خالصة أو لا شي خالصة التكنيك لا تلمز الممات يعني يكون مالف خاص يعني يدرج من هذه الشريحة التي موجودة خلف رخصة سيق بمتدومة كل المعلومات الخاصة يعني لا يوجد شوية يهرب يعني يعني خفشوية على روح وخفشوية على رخصتها لذلك هذه آلة التي تنقص لما تنقص لما تنقص ربع الاف قتل في العام رايحة تنقص يعني هذه لما سير نقص في حوالية المرور وعدد القتلة يعني كل هناك ملف يتضمن يعني كل ما يتعلق بسائق الجزائري اللي بدأوها في الـ 26 سنة اللي يخدم بهذه البرمية النقص تحوالية المرور من 17000 إلى أقل من 4000 يعني تقريبا الربع نتعلي زاك شي نقص هذي رايحة نحنا باش نروح لهذه الألية وبها النقص لا محالة وعني سيسير بالليون صوح المرور هذا ما تتبع تتبع مع كل معايير العالمية المعمول بها في مجال رخصة سياق البيومترية فيها كل دخل وسهلة باش تترفض يعني طيف وسهلة بمتناول يعني كل شي راهو واجد فيها باش الناس يحتفظوا بها وكذلك يحترموا قوانين المرور ويلتازوا يعني بكل القوانين بمعنى اللي سلامتهم يعني هذا سنتيمون دم بنيتي يلقض على التحايل المحسوبية المعريفة يعني كل شي راح تكون رادي أمام كل هذه الأشخاص اللي يتحايلوا على طرقات جزء الشكر لك السيد عمار حمد ايطار بمدرية النقل ولاية الجزائر وفيتنا كل هذه المعلومات حول رخصة سياق البيومترية بيئة تنقية نتمنى أن كل مواطنين يحترموا القوانين المرور هذا حفاظا على سلامتهم على طرقاتنا اليوم وحتى حلان نتمنى جميع السائقين يحفظوا على الروح تاحهم وروح تاح الناس وعلى جميع المجتمع بحول شكرا لك مرة تانية سيد عمار رحم